بعد إصدار القانون الجديد رقم 17-83 المتعلق بصندوق التكافل العائلي أصبحت عملية الاستفادة من هذا الصندوق سهلة ودائرة المستفيدين توسعت أكثر حيث أصدرت وزارة العدل مؤخرا دليلا حول صندوق التكافل العائلي يمنح شروحات حول ما هي الصندوق وشروط الاستفادة من تسبقاته المالية والفئات المستفيدة منه والأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب الاستفادة والجهة المختصة لإصدار الأمر بالاستفادة وكذا التزامة المستفيد تجاه الصندوق الإجراء الأول إذن هو التبسيط المساطر بتقليص الوطائق بتسريع عملية الاستفادة بالتعزيز لحكامة الصندوق المستوى الثاني من الإجراءات هو توسيع دائرة المستفيدين بحيث ليست فقط المرأة المطلقة بل أيضا الزوجة المهملة التي لم يقع طلق أيضا هنا الصندوق اليوم أقر استفادة الزوجة المهملة وبخصوص الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي فقد أجملها الدليل في مستحق النفقة من الأولاد المحكوم لهم بالنفقة سواء كانت العلاقة الزوجية بين الأبوين قائمة أو منحلة وذلك بعد الثبوث عوز الأم ومستحق النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم ومستحق النفقة من الأطفال المكفولين المحكوم لهم بالنفقة والزوجة المعوزة المحكوم لها بالنفقة ثم العنصر الثالث وهذا واحد تحول مهم جدا نأمل أن يمتد لبقي المجالات فيتعلق برفع صقف الدعم لينتقل من 1050 درهم إلى 1400 درهم بحيث أن الأم أيضا الزوجة المعوزة أو الأم المطلقة هي الأخرى تستفيد من الدعم 350 درهم شهريا وشملت المستجدات الأساسية لهذا القانون أيضا تعزيز حق الأطفال المكفولين في الولوج للعدالة والاستفادة من صندوق التكافل العائلي بحيث أصبح للطفل القاصر الذي ليس له نائب شرعي حق الولوج للاستفادة من خدمة هذا الصندوق إذا كان مستحقا للنفقة وذلك بتقديم طلب بصفته الشخصية أو إذا كان هذا الطفل المحضون تحت حضانة شخص آخر وليس تحت حضانة الأمة أو إذا كان مكفولا من طرف الغير سيشكل هذا الإجراء خطوة جماعية طموحة لفائدة هذه الفئة التي ينبغي إنصافها ولهذا الغرض وزارة العدل أصدرت دليل من أجل الاستفادة وأنا هنا أوجه نداء للجمعيات التي تشتغل في هذا المجال للوساطة الأسرية والدعم الأسرية وعموم الجمعيات إلى التعريف بهذا الإجراء حتى نتمكن من ضمان حد أدنى من الدخل والدعم المالي المباشر لهذه الفئة وبالنسبة للمحكمة المختصة مكانية لاستقبال طلب الاستفادة فإنه يقدم لدى المحكمة الابتدائية التي أصدرت حكم النفقة أو المحكمة الابتدائية التي تقوم بتنفيذ الحكم المذكور أو المحكمة الابتدائية التي يقضن بدائرتها مقدم الطلب شكرا